نروح تاني للحكام وانا هنا مش هتكلم على الاخطاء التحكمية اللي بقت للأسف الشديد واضحة شوية وخدوا بالحضراتكم انه الجمهور مش غبي جمهور الكرة زاكي جدا وعنده القدرة على التقييم وعلى الملاحظة في تأدير ألعاب كتيرة جدا ما بتتحسبش نادي الأهلي وبتتحسب الكتير من المنافسين وعنده القدرة على انه يشوف ازاي حكام الساحة على وجه التحديد قبل ما تكلم على حكام الفار في أوقات كتيرة جدا بيكيلوا بميكالين او بيقدروا اللعبة في مباراة بشكل ويقدروها افهم انه التباين ده ممكن يحصل بين حكم وحكم نفس اللعبة مع حكم تكون نتيجتها شيء ومع حكم تاني تكون نتيجتها مختلفة تماما لكن لما يكون نفس الحكم نفس الحكم ونفس اللعبة في مباراتين مختلفتين ويكون قراره مختلف هنا يبقى فيه شبهة هنا يبقى لازم نقول انه الموضوع يكون محل شك نقطة مهمة جدا بعيدا عن اخطاء التحكيم فيما يبدو انه غياب الجماهير عن مدرجات في السنين اللي فاتت اثرت بشكل وكلام ده للكابتن عصام عبد الفتاح وانا اعتقد ان الرجل غيور على صمعة الحكم المصري وغيور على مسئوليته بالتأكيد هو عنده رغبة كبيرة جدا في النجاح وعنده رغبة كبيرة جدا في انه يعمل نقلة نوعية في مستوى التحكيم المصري ومتهيالي ان الظروف السنة دي تساعد تساعد مش كابتن عصام عبد الفتاح تساعد اي رئيس للجنة الحكام عنده الرغبة في انه يطور من منظومة التحكيم المصري يبدو انه يعني انه تعود حكامنا على انه هم يلعبوا مطشاط لأكتر من موسم بدون حضور جماهيري افقدهم الى حد ما جزئية الثبات الانفعالي يعني ايه يعني لسنين طويلة او لمواسم طويلة كانت المطشاط في مصر عندنا بتتلعب من غير جمهور وبالتالي ما كانش فيه نوع من انواع الضغط الجماهيري وانتوا عارفين قد ايه الجمهور لما بيكون موجود في مدرجات ممكن يمثل عنصر ضغط على الحكام مش بتكلم على الحكام مصري بتكلم على اي مباراة على مستوى العالم كله لكن يمكن عندنا في افريقيا بشكل عالم وفي مصري بشكل خاص الحكام افتقدوا الجزئية دي لمدة مواسم طويلة وبالتالي لما رجعت الجماهير السنة دي حتى وان كان عددها بسيط جدا الف ولا الفين موجودين في كل مباراة اصبحوا بيمثلوا عنصر ضغط شديد جدا امش بتكلم عن تشاط الاهل بتكلم عن الدوري عموما بتكلم على الدوري عموما لان انا شفت وتبعت كتير من المطشاط الدوري يبدو ان الحكام فقدين ثبتهم الانفعالي امام الحضور الجماهيري ودي نقطة لابد من كابتن عصام عبد الفتاح انه يخدها في الاعتبار فيما هو قادم احنا مش عايزين غير العدالة والنزاهة والشفافية ودي المبادئ الاساسية لنجاح منظومة التحكيم في مصر احنا مش عايزين غير ان القوانين تطبق على الجميع اهلي وزمالك وبرمدز واسماعيلي ومصري وكل فرق الدوري بعدل وبمساوية نقطة من اول السطر